بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة بعمل درس جيد من دروس الاندرويد هنتعلم مع بعض طريقة فك الملفات المضغوطة على الاندرويد بتطبيق او تطبيق رار طبعا الملفات المضغوطة زي ما احنا عارفين اه لازم اه يعني لها برنامج فك ضغط على الويندوز لكن طبعا بقضارش انفكها على الاندرويد فالنهاردة هنستخدم تطبيق الاندرويد موجود في بلاي من خلال التطبيق دوت هنبدأ ان احنا نفك ملفات المضغوط على التليفون بتاعنا. اول حاجة هنفتح بعد كده هنيجي هنا نعمل سيرش عن او هدينا اول واحد فوق. طبعا هبدأ اعمل له انا مصطبه عندي زي ما احنا شايفين. تمام? طيب دلوقتي هرجع اه طبعا زي ما احنا شايفين هنا هلاقي عندنا دي برنامج اللي هو لشكل برنامج بتاع الويندوز بالزبط. هنروح هنا على وبعدين هدخل اجيب اي ملف ومضغوط احاول افك الضغط عنه. زي ما احنا شايفين ده مسلا برنامج كمبيوتر انا كنت ضغطه ونقلت على الاندرويد وعايز افكه. طبعا انا لو مش مسطب تطبيق او مش هقدر افك الملف دوت. طبعا برضو زي ما احنا شايفين في الاخر فيه اللي هو الامتداد بتاع الملف نفسه. حاجة ادوس عليه مرة واحدة هيفتح معي دايرت على تطبيق او برنامج زي ما احنا شايفين مع بعض. آآ هيزهر لي هنا الملفات اللي موجودة داخل الملف المضغوط نفسه. كل اللي عليها عشان هفك الضغط دلوقتي هدوس على علامة السهن اللي فوق دي. تمام? بعد كده هدوس على اوكي. هيتبقي فك الضغط خلاص هو كده فك الضغط على الملف. لو جيت رجعت دلوقتي هلاقي فولدر نزل اهو الفولدر الفوق ده بتاع الملف المضغوط بعد ما فكناه. هندخل هلاقي جهو الملفات بتاعتنا. تمام? طبعا انا عمل تجربة بس على ملف مضغوط اشانا وريه لك ازاي التطبيق ده كان درس بسيط وسهل لي طريق فك الملفات المضغوط على الاندرويد. اسم التطبيق حكي ليه موجود في زي ما وردتك يا رب ديكون الموضوع سهل وبسيط بنسبة لكم وتكونوا استفدتم منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.